السلام عليكم معيكم ضحا قسامة من شركة كريتي بروب النهاردة هنبدأ في 8 درس الينا من كورس كتابي 5 والنهاردة هنبدأ في وزق 3d مع بعض زي ما تعودنا بنعمل من start بنقول عايزين نبدأ من mechanical design و bar design ندخل الame ثم نقول و برضه زي ما كنا قد شلحنا قبل انه مفروض عشان ابدأ اي حاجة أرسمها 3d لازم برسم له sketch الاول على تو دي هنرجع ثاني هنفتح sketch على المسقطه حيث نحن نرسم المسقطه و نبدأ قامر sketch من قائمة A sketch وبعدين نبدأ نرسم البروفيل البروفيل هنا ليس معناه انه امر البروفيل البروفيل معناه اي اسكتش مقفول يعني اي اسكتش يكون مقفول يعني نقطة البداية اللي انا بدأت عندها انتهي عندها الشكل ده الشكل ده اسمه اسكتش مقفول عبارة عن فريم وجوا فراغ هذا الفريم طالما مقفول انه نقطة البداية انا متأكدة انه هنا نقطة البداية هي نقطة النهاية بالشكل ده انا كده عرسمت اي اسكتش مقفول وقدر اطبع عليه امر سريدي هنرجع نعمل فكت ونشوف بعد كده ايه تاني خطوة مقفودة بعد لما بنرسم الاسكتش المقفول بنرجع ندي الابعاد وعرفنا كده طريقه من درق ان انا اقذي الابعاد منها كمان طريقة الابعاد ان اقذي الابعاد على الشكل كامل من البرنامج ناش وعمل select على الرسمة وقل اوكي وطبعا بقدر اعدل بعد كده على الابعاد كلها زي ما احنا ما فهمين بال double click وبعدل على اي بعد انا محتاجة بعد لما رسمت الشكل وبقى واخد الابعاد كاملة سوى ان انا عملتها auto constraint او انا اقذي الابعاد بامر constraint بنفسي يعني هي نفس الفكرة ان في الاخر بدي الابعاد اللي انا اعيزها يعني في الاخر يعني مثلا انا ده طول ده 50 يبقى بديله البعد 50 انا بس auto constraint بتسهل علي حاجة انه انه انا مش هفضل قعد اعمل drag and drop لكل امر constraint على الابعاد يعني انا هنا بديت الابعاد مرة واحدة طبعا من visualization بقدر اخف الابعاد لو هي ايه بالمنظر ده كبيرة جدا ومش بخليني اشوف ال profile بتخفيها مش بتلغيها خلاص طيب قبل ما اقفل ال sketch عشان ادخل على امر 3d في خطوة لازم من عملها بنعمل زي تشك على ان ال sketch ده قابل انه يتنفذ عليه امر 3d او لا هو عمدا من شروط انه يكون ال sketch او ال profile يقبل الامر 3d انه يكون طبعا مقفول زي ما اتفقنا وانه نقطة البداية هي يكون اخر نقطة عندي في ال sketch هي نقطة النهاية وحاجة كمان هي انه يكون eyeso constraint انه يكون كله باللون الاخدر زي ما انتم شايفين انه متعرف انه متعرف لنقطة الاصل لان البرنامج لا يعرفش حاجة غير نقطة الاصلة وهي 0.00 في ال اكس و في الور بعمل التشك ازاي برده يعني في كزا طريقة من هالطريقة ان انا بدخل على قائمة tools و options و بعد كده و بعد كده بدخل على ال و بعد كده بدخل على بارت انفرستركتشرا بارت انفرستركتشرا بارت انفرستركتشرا ليه بارت على سانسل ستكون على الفايل اللي انا ايه شغل فيه طيب سنعمل ايه بعد كده بعد مدخلت على ال بارت انفرستركتشرا للدخل على البرد لتوكيمتش لكي اتأكد من ان الاسكيتشي بتاعي ده قادر او قابل انه يكون يتنفذ عليه امر الثري دي بس قبل التشيك بتاعتنا هنعمل مارك على كريات اين اكسس سيستم علشان ال اكسس سيستم اللي هو الهوريزنطل اللي يكونوا ظاهرين عندي لو يعني حد ما كانش ظاهر عنده ال اكسس سيستم علشان يقدر ميسم الاسكيتش من نقطة ال ايه الاصل't علشان وяет اهم لدينا الاسكتش ساضح علي اخوز النتهر لم تنتخل öğنا الاسكتش الاسكتش داي الطريقة اللي بعمل بها الاسكتش وبعد كده حاجي عند طبعا هنا جيومتري فبيقولي هنا general status عندي use edges عندي diagnosis هنا بيقولي كل حاجة انا عشانتها في الاسكتش وكل العلاقات كمان اللي عندي بيكون موجودة يعني سيء مثلا لو اخترت اي حاجة بايراندم لين مثلا رقم سبعة هيعلمي عليه هنا علاقة مثلا برا لازم رقم اربعة هيوريني العلاقة اللي هي رقم اربعة فين عندي في الاسكتش فهي الفكرة ان انا بشوف كل الخطوات اللي انا رسمتها وهي مش هنا عندي بس هي كمان عندي هنا في التري او نركز كنا اولا الموضوع الاسكتش اهو موجود الاسكتش لو دخلت فيه ودخلت على constraints سيجد كل العلاقات لو دخلت على geometry سيجد كل الخطوط وكل الاوامر اللي انا نفستها عندي في الاسكتش موجودة علشان لو فيه ارر حيظهر فيها طيب هنجي تاني عنده تولز ونعمل sketch analysis هلاقي هنا عندي في قائمة geometry حاجة اسمها general status فهنا بيقول لي all check past تمام وغير كده يعني معناها انه ايه ان البروفيل بتاعي كمان closed مقفول زي ما احنا اتفقنا ومعناها ان الراسنة بتاعتي دي قبل انها تتنفذ عليها عمر 3d انا لازم ادخل على tools وعمل الخطوات دي كلها لا عندي هنا في القائمة هنا عندي تحت هي ال sketch analysis لو دخلت عليها هلاقي حاجتين هلاقي عندي solving status هنا بيقول لي ان انت ISO constraint يعني انا كده الاسكتش بتاعي ده خلاص ISO يعني تمام مفيوش ايه مشاكل خالص زي ما احنا ايه متفقين طب نعمل normal بعدين عندي هنا القائمة بردو فيها حاجة تاني خانة تانية اللي هي ال sketch analysis اللي احنا لسه كنا فتحينها geometry و ايه و use edges و diagnose طب في ال geometry لو دخلت هنا في ال diagnose هلاقي هنا في solving status بردو اللي احنا طلعناها من بره هي ISO constraint فانا الاسهل لي ان انا هنا ايه بدخل عندي في ال analysis و بدخل على solving status مرة واحدة عايز اعرف النتيجة بتاعتي ايه هي ISO constraint فكده انا بقفل ال sketch عشان ادخل على ال street و انا متطمنه خلاص ال sketch بتاعي هو ترسم وال sketch بتاعي ايه ISO constraint متعرف تماما لنقطة الاصل طيب تعالوا كده ارجعتاني لل sketch حامل double click وتعالوا كده نظهر الابعاد بتاعتنا و حامل خطأ من الاخطاء اللي احنا كنا عرفناها يعني مثلا عندي خطأ ان انا اللي عملت ايه لو جيت هنا ادت بعد لحاجه هي واخده بعد سيه مثلا ده ده 149 جيت هنا اخدته تاني فقلب اللون لللون purple فمعنى كده ان انا كده ايه over constraint وده خطأ تعالوا بقى اقفل ال sketch هيقول لي error طيب قبل ما اقفل ال sketch احنا بنعمل تشيك تعالوا كده نشوف ال check بتاعنا هدخل على solving status هلاقي هنا البرنامج بيقول لي انت كده over constraint تعالوا نقفل ال sketch حتى اظهر لي الرسالة الرسالة دي هيفاهمني ان انا فيه غلط عندي موجود وحتى لو انا مخدتش بالي من الرسالة هلاقي هنا جانب ال part فيه علامة تعجب جانب ال sketch فيه علامة تعجب ولو فتحت ال geometry فتحت ال constraint هلاقي هنا علامة التعجب موجودة على البعد اللي انا اخدته ال lens اللي انا اخدته مرتين خلاصة على ال اثنين دول على الاساس ان انا بشوف الخطأ فيه وابدأ اعدله طيب الرسالة بتقول ايه بقى الرسالة بتقول لي ان ال sketch بتاعي over constraint او inconsistent فيعني هو اما فيه خطأ في الرسمي اما فيه خطأ فيه التعريف بتاعه constraint اللي انا بدي هيه طيب الخطأ في ايه بعد كده قال لي ان الخطأ موجود في ال lens رقم 16 و ال lens و ال offset ال 12 ال اثنين دول اخده ابعاد نفس البعد مرتين انا بديت البعد ايه مرتين انا بيقول لي عمليه delete لده او delete لده انه هو بيبرين الحل اللي انا ممكن اخده هنرجع تاني لل sketch double click فالحل دلوقتي بعمل ايه لما لايه اعلامة التعجب دي لازم ارجع اجري اشوف ايه المشكلة اللي كانت عندي بال sketch وهي للغانل و هنقش على grab constraints وهنزل اشوف الاخطاء ايه ايه فيه ايه اول length يوجد مشكلة و ده تاني اللينس عندي فيه مشكلة انا باقف على اي واحد و أعمل علي delete right click و delete او هنا اعمل right click و delete على اي واحد فيه الفكرة ان انا لازم ارجع تاني لللون الاخضر اللي هو الايزوكنوسترين وارجع بعد كده اقفل الاسكتش حاليا ان الاسكتش هيتقفل من غير ما يظهر لأي رسيل ومن غير ما يكون في علام التعجب بمعناها ان انا ايه مفيش اي خطأ تعالوا بقى نشوف لو انا الاسكتش بتاعي ده نخفي بس الابعاد لو الاسكتش بتاعي ده ما كانش مقفني كان ايه اللي هيحصل يعني نشوف كل الاخطاء اللي ممكن ايه تواجه لو انا اعملت دليت كده زي ما انتم شايفين ايه اللي هيحصل لما ايجي اعمل اقفل الاسكتش لما ايجي اقفل الاسكتش لما ايجي اقفل الاسكتش هو اولا يعني ما قالش هنا فيه مشاكل بس المشاكل هتظهر لما ايجي ننفذ امر في السري دي زي الامر الباد وامر الباد ده هناخده مع بعض بالتفصيل اول ما انا اخترت الامر قلي انت كده في خطأ ليه ان الاسكتش البتعي ده solid feature of a body ده فيها مشكله ان انا عندي open profile البروفايل بتاعي ما له مفتوح هجي اقوله ليه ماشي تمام ارجع تاني افتح السكتش لا هة cancel انا مش هينفع اعمل تمام على حقه فيها خطأ هارجع تاني الاسكتش دوبل كلك وهاجي اشوف برضو اعمل سوف نتشك بالطريقة التي نتعلمناها وقال له ماذا تقوم بإمكاني فأقوم بإمكاني Under Constraint وغير أن هي Under Constraint سوف نرى الاناليسيس كاملة سوف نرى الاناليسيس سوف نرى الاناليسيس سوف يقوم بإمكاني في الجيومتري سوف يقوم بإمكاني في كيرب رقم 6 بجيومs سوف نحل هذه المشكلة بما نقفل هذا المشكل سوف نأخذ الاناليسي مسيحة سوف نتأكد أنه خطه يصل إلى الآخر سوف نقام سوف نقام بس اللاين مش للاخر لازم اتأكد ان اللاين ده ايه اخر خطس انا طبعا رجعت Under Constraint لان انا مسحت خط وخط ده بغض انا بركز ما بصورة سيبال انا تض distinguished شخص طبعا انا عزنا وضع هذا الفضل وهذا سوف اقوم بتتحسن التقاف لانشخص يبدأي لانشكر هنا نضم شخص نقوم Americas اما ماو Sc Вы拍$ ال criminal لو جيت الأول هنا قلت عايزة تشوفي الستاتيس بتاعتي هلاقي بيقولي ان انا under constraint لان انا رسمت line مش واخد بوعد دي حاجة طيب تعالوا نشوف الاناليسيس هلاقي ان هنا بيقولي ان انا فيه isolated فيه line isolated line isolated ده يعني معزول عن ال sketch التاعي يعتبر لانه خارج برا ولانه مش واخد بوعد فال line ده هيعمل لي مشكله في الاخر يعني انا كده هبقى فيه فضع فيه مشكله لما يجي اقفل ال sketch تعالوا نقفل ال sketch دلوقتي ونطبق برضه اي امر 3D هلاقي هنا بيقولي فيه error لان هنا المشكله ان ال sketch التاعي ياما open ياما فيه اي اه geometry اصلا معموله خطأ فيه غلط في ال geometry بتاعي فانا لازم اعمل ايه تعديل عليه الاول حاجه هنا ادخل على sketch يبقى انا كده فهمت ايه من نهاردة فهمت ان ال sketch التاعي لازم يبقى مقفول وفهمت ان ال sketch التاعي لا يفعش يبقى فاضع ان يكون isolated ان يكون فيه خط بيقطع الشكل زي ما احنا شايفين كده فده كده فيه خطأ او يكون الشكل مفتوغ وعرفنا كيف نعمل تشيك وعرفنا كيف نعمل تعديل من الشجر اللي عندي لما يظهر ايه error وعرفنا كمان اعجزين نقول عليها ان انا مثلا لو عندي خط زي ده ومثلا مسحته ومثلا مسحته وبعدين رسمت line واللين ده ما مديته يعني مش مجرد ان انا وصلت الخط بس لا ومديته كمان بالزيادة انا كده رجعت تاني الوضع ال isolated عشان تبقى ايه عارفين وضع ال isolated معناه ان يبقى عندي خط زيادة عن الشكل خط خارج منه ال profile مش مقفوله بس لا مقفول وفي زيادة في الشكل مش عارفين هنطبق لها امر ايه يعني الامر الثريدي ما بيتطبقش على حاجه مفتوحه زي مثلا الامر زي شكل ال line ده لازم ال line ده يكون مقفوله حاجه مثلا زي كده طالما ده كده مقفول ينفذ عليه الامر طب لما يبقى ال line يعني ال profile زياد عليه line هو ساعدة بيعتبره isolated ويبقاش عارف يعمل ايه في الامر الثريدي فانا لازم انتبه انه ما يبقاش عندي هنا اي خطوط زيادة برا الشكل او خطوط بتقطع الشكل او الخط اللي رسلناه وضع ال isolated الدي لازم انتبه عليك كويس او هنيجي هنا نعمل امر قبل انه او خطوط زيادة او خطوط زيادة وانا كده رجعت تاني ايه لكن هذا هو أن أقدر أن أقدر أفضل أمر 3 أيضاً، إذا كنت هنا ورسمت دائرة في هذا الشكل دائرة معناها فراغ معناها أنه عندما أعطي سيكون في شكله سيعتبر أن دائرة فراغة عندي فساعدها سيدي أمر 3 أقدر أن نقفل الأمر 3D أول أمر 3D ونقفل أمر 3D فسألو أمر 3D أول أمر 3D أمر 3D أول أمر 3D أمر 4D أمر 5D كما ترى اول من انا طبقت الامر انا لسه في جوه الامر لم اقلتش اوكي بس هو بيبدأ يوريني الشكل عامل ازاي لما ياخد سيكنس هو دلوقتي واخد سمك السمك كمته ايه كمته عشرين ممكن اقول له لا اعزي ايه خمسين علي ايه ادي السمك التاني فهو بيعمل ايه هو اخد البروفايل المقفول عندي يعني ايه اخد البروفايل المقفول عندي يعني لو ترجعوا للشكل الاصلي اللي كنا رسمينه نقف عليه كده normal هتلاقوا ايه هنا هتلاقوا ان انا كل الاشكال المقفولة دي اخدها معايا ولما رسمت الدوائر كاني عملت هول كاني عملت فراغ فيه بس الفراغ ده مش مشكلة بالنسبالي فراغ ده ايه مش مشكلة بالنسبالي لكن المشكلة هتظهر في ايه في حاجة زي وضع الاسولات او وضع الابن ساعتها مش هيبقى عارف ايه دي الخامة فين لان انا الفكرة في السريزي ايه ان انا بدي خامة للسكتش بدي حسنا الفكرة في الابن الان اذا اقوم بشيء ايضا 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 قميز سوف ندخل بالعمل وقوم بشيء ايضا و انا لonnابده پر أمسكتش ينجب ان اضاف بشيء ايضا ايضا اقول باستطرال القميز والباد فقط هو اللي انا بقوله ايه delete اعمل delete من غير الالمنت اللي تابع ايه الامر فايساب لي الاسكتش سعيد اني مش هيمسح الامر بالاسكتش هنقف كده على الاسكتش بتاعنا والnormal view فقد اصدقائي اريد ان اقول الشيء مهم ان اتجاه انه لو انا ازلت عن الامر اريد ان نفرق بين بادي و بعد ايضا أمر ايضا ان ايضا ايضا ان ايضا السلك ان اقفل الاسكتش خالص فايساب لي ممكن نعمل فايل جديد من هنا على فكرة يعني مش لازم كل مرة ادخل من Start و Mechanical Design و Part Design انا ممكن هنا عندي فيه قائمة New اللي اختصارة Ctrl-N Keyboard و بضغط عليها و بشوف Type الفايل اللي انا عايزة افتحه ايه فطبعا احنا 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 نفتح Part و بقوله عايزة افتح Part و بقوله OK طبعا هنا بيتهار لي ورقة بيقول لي Part ده عايزة تسمي ايه و بعدين هنا ال Options اللي ظهرة دي فيها حكا اسمه Geometrical Set هنشرحها دلوقتي بالتفاصل هنقوله OK دلوقتي ال Geometrical Set دي عبارة عن ايه اصلا؟ عبارة عن زي فايل او زي مخزن لياه ليه للسكيتش بتاعي انا لما باجي ارسم في السكيتش اوامر بدخلها تحت أمر او تحت اسم ال Part أو ال Body أو ال Geometrical Set طيب مين ال Parent و مين ال Children؟ مين اللي بيشمل الحاجات دي كلها؟ لو داخدوا بالكو في الشجرة عندنا قلنا موضوع ال Parent و ال Children قبل كده انه هنا عندي ال Father بتاعي هو ال Part هو الفايل اللي انا فتحه اصلا هو Part و عندي طالما فيه Plus يبقى معناها انه ده اول Children عندي ظهر ولتحت ال Plus طالما ظهر حاجة جواها يعني انا عندي زي شجرة كل ما بتتفرع يبقى لتحت الفرع ده ده الابن لتحت الفرع اللي بعده ده ابن هو مثلا نقول الحفيد يعني مثلا ده هو ايه؟ اقل حاجة او اصغر حاجة يعني ليه الكلام ده بنقوله؟ لان انا لو اثرت اثرت على ال Parent اثرت على ال Father اثرت على الاصل اصل الشجرة اللي عندي اي تعديل حيصل لأول حاجة عندي هيأثر على اللي جوا لكن تعديل لاخر حاجة مش هيأثر اكيد على اللي قبله يعني اذا انا اعدلت على اخر حاجة عندي ده مش هيأثر على اللي ايه؟ اللي بعدها تعالوا كنا نفتح سكيتش وارسم اي حاجة في السكيتش ده خلاص فظهر لي هنا Plus عند Part Body طيب يبقى معنا كده ان ال Part هو Father وبعدين ال Children عندي هو ال Body يبقى احنا كده فهمنا وانا الفرق ما بين حاجة اسمها Part وحاجة اسمها Body ان ال Body ده مخزون تحت ال Part حاجة اصغر من ال Part لكن ال Part ال Body تحتيه حاجة اسمها سكيتش طالما هي ظهرت تحتها ايه بقى ال Geometrical Set تعالوا نشوف برضو لازم نظهرها في الشجرة عندنا الاول عشان نبدأ ايه نفهم ايه هي Geometrical Set هندخل هنا مع بعض من قائمة Tools على Options وبعد كده ندخل على Infrastructure وبعدين على Part Infrastructure وبعد كده هندخل على Hybrid Design وحاجة اسمها ال Hybrid Design وحاجة اسمها ال Hybrid Design ولكن هنا عندي ظاهر بس ايه ال Body الجسم هتظهر بقى كمان حاجة اسمها ايه Geometrical Set وقلوا هنا فوق حاجة اسمها Create a Geometrical Set حسنا حسنا لو انا مش معلمة عليهم اني مش معلمة اصلا على ال Hybrid Design هلا ان اللي فوق دول ايه اتقفلوا وبردو اللي تحت هنا اتقفلوا لازم اعلم عليهم باني فيه حاجات متعلقة بيها فهاجة هنا اظهرها تمام وهاقول له عايزة ال Geometrical Set طب ايه ال Ordered Geometrical Set ال Ordered دي حاجة اكتر من ال Geometrical Set احنا من ان نجدعو بها هنقول عليها كمان شوي طب هندخل على ال Geometrical Set وظهرناه هنقول له ايه اوكي لو انا جد الوقت قفلت ال Part وفتحت Part ثاني بالطريقة بقى اللي احنا لسه اقلنا عليها دخلت هنا وفتحت Part وقلت له اوكي هيقول لي هنا ان انت عادت تعملي Geometrical Set طب وهقول له اوكي لقيت فعلا هنا في ال Tree غير ال Part وغير ال Body وغير ال Part تظهر حاجة اسمه Geometrical Set ولنها اصفر ال Geometrical Set بقى تفيدتها ايه؟ دي مخدم بس لحاجتين لحاجتين ايه هم؟ انها بتقبل الخطوط وبتقبل البلانات السطوبة لا لكن السطوح او السيردس لكن الحجوم ما بتقبلهاش اي حاجة لها حجم دي ما بتقبلهاش خالص هي بتقبل الخط وتقبل السطح مش اكتر دي ال Geometrical Set لكن ال Bar لكن ال Body ال Body لا بيقبل كل حاجة ال Geometrical Set دي فايدتها ايه؟ فايدتها بجزء Service وده جزء يعني تاني Advanced ما لنهاش علاقة فيه دلوقتي لكن هي انا بعرفكو بس ايه فايدتها لما انا باجي بقول File و New بلاقي ايه؟ يعني مسلا تعالوا نرجع تاني نفتح فايل جديد لانه انا يعني لما بافتح كنت Part بلاقي الورقة دي تظهر يقول لي هنا عايزة تعملي ال Hybrid Design دي مش مفعلنها دي ديفلت 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 على طول معمول لها Enable لكن دي ما كانش تبقى متفعلها ونكنتش بعرفة فاعلها من ايه؟ من كنا ندخل دلوقتي عرفنا ندخل على ال Tools , وعلى Options ونبدأ ان نفعلها ال Order دي بيكون حاجة قولنا ايه؟ انا ممكن اعمل ايه؟ اصهرها او اخفيلها هلقي هنا حاجة لا تظهر ال Dialog at Startup يهي مش كل مرة هيقول عايزة التحبار ويظهر لي ال Dialog يظهر لي البرقة دي كل مرة انا ممكن لغيها تماما طب لو لغتها بالغلط اعمل ايه؟ دلوقتي انا لو لغتها هدخل برضو على Tools وعلى Options سرنا هلقي هنا هلقي هنا ورقة انه Display New Part Dialog Books هي دي تظهر لي كل مرة انا بفتح كل ما بعمل New Part بيظهر لي ال Dialog Books يسألني بقى انت عايزة الكلام ده خلاص هنرجع تاني على السيستم اللي احنا كنا شغالين عليه هو البادي و هنلغي السيستم الزهرة و طبعا الاسيستم احنا محتاجينه و الورقة دي خليها تظهر كل مرة نفتح فيها البرنامج عادي بايدفلت و هنقول اوكي لو انا فتحت طبعا جميل سيت بايدفلت لسه شغاله ان انا نفتح الفايل بها لكن لو انا جيت تاني عملت start من هنا او من هنا و عملت part و اوكي خلاص هي مش تظهر تاني ان انا لغيتها حتى هنا مش عامل عليها مارك ورجعنا تاني للpart و الaccess system و البادي خلاص يبقى احنا كده فهمنا الفرقات و فهمنا ازاي عملت تشيك اهم حاجة ازاي عملت تشيك على السكتش عشان ابدأ ارسم 3D لازم يكون السكتش قلنا يكون closed ومش open ما يكونش فيه isolation ما يكونش فيه اي رسمة خط طالع برا الشكل يكون isoconstrained يكون واخذ ابعاده كاملة متنسوش سبسكرايب اليوتيوب شانل للشركة تترجم قلب بالاعدل تشربة التي ثم ي lit igرها اعل park اشتركة للمتاغع ش است досれて للمتاغع انظر انطعم